باللون الوردي دائما تتزين حياة المرأة في جميع العصور ولأن رمزية المرأة أغلى ما يمكن امتلاكه في وجود الرجل كان لابد من إطلاق حملة من كل عام تخصص للتوعية بسرطان الثدي فالمرأة بكل ما تحمله من معاني العطاء والخصب في الحياة تتمثل قوية أمام المرض لا بقوة سواعدها وإنما بقوة الأحلام المفعمة بالأمل والحب سرطان الثدي هو أحد أنماط الأورام الخبيثة الشائعة وينجم عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي مما يحولها إلى خلايا سرطانية ويعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان التي تصيب السيدات على اختلاف أعمارهن تبدأ الإصابة بسرطان الثدي عادة بظهور الخلايا السرطانية في البطانة الداخلية لقنوات الحليب أو الفصوص التي تغذيها بالحليب ويتميز بقدرته على الانتشار في مواقع الجسم الأخرى ويأتي سرطان الثدي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب نساء في العالم المتقدم والعالم النامي على حد سواء بحسب منظمة الصحة العالمية أتمنى أن الناس يغيروا فكرتهم عن السرطان أن كلمة السرطان ليس مرتبطة بالموت أنا عرفت عندي كانسر قبل ما أتجوز مع ذلك اتجوزت وكملت مشواري وبديت علاجي بالمركز بعد الجواز عطولي حتى ما عملت الشهر عسل والحمد لله الحمد لله أنا هلأ بأحسن حال لسا أنا عم بكمل علاج لم تقنعها فحوصات الطب لأن إرادة الأنثى لديها ظلت أقوى من التحاليل الموضعية والأرقام المعقدة التي يستفيد منها الطبيب لكتابة وصفة طبية تركيبية فقط فحب المرأة ينتشر في أدق تفاصيل الحياة ليعطي سر الجمال لأن المرأة ببساطة هي الحياة